لا يزال الحادث عن تفاهمات استوكولم يجد حيزاً يشغله رغم تغير المعادلة السياسية والخلل الذي أصاب موازين القوى نتيجة انقلاب ميليشيا المجلس الانتقال المدعوم من الإمارات ولا يزال في البحر متسع لإهدار مزيد من الوقت تنفيذاً لرغبة المبعوث الأمم الذي يجدف في ظلمات الملف اليمني ولا يجني سوى السراب واتساقاً مع المسار الذي أثبت لا جدوى من السير فيه تواصل لجنة إعادة تنسيق الانتشار في محافظة الحديدة اجتماعاتها في عرض البحر على متن السفينة الأممية الاجتماع الأخير ناقش تشغيل مركز عمليات مشتركة وتفعيل آلية التهدئة والاتفاق على نشر مراكز مراقبة في بعض مواقع خطوط التماس لتعزيز عملية وقف إطلاق النار كما بحثت اللجنة تطبيق آلية للتهدئة بمساعدة ضباط بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة المبعوث الأمم إلى اليمن لم ينفد الأمل من جعبته المثقلة ولا يزال الرجل يتحدث عن لقاء إيجابي عقده مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعود عادل الجبير في جدة موضحا أن النقاش مع الجبير تمحور حول السبل الممكنة للمضي قدما في العملية السياسية باليمن معربا عن امتنانه للسعودية لزاء جهود الوساطة التي تبدلها جنوب اليمن وذلك نوع من المجاملة السياسية التي اعتاد كل من له شأن في الملف اليمن أن يجعل منها ختاما لحديثه وبعد هذا كله سيأتي تصريح آخر ويقول إن جهود الوساطة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة تعنت ميليشيا الحوثي وسيستمر دواران الجهود الأممية في ذات الدائرة المفرغة من الإنجاز اشتركوا في القناة